السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر محمد مختار معلم أول لغة الإنجليزية أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي بنكمل المراجعة الوظائف اللغوية ده الفيديو الثاني الجزء الثاني الخاص بالوظائف اللغوية للترم الأول يونيت 4 الوحدة الرابعة بنتكلم قال لي Asking for information on the phone يعني طلب معلومات عبر الهاتف أو عبر التليفون طيب أمثلة قال لي How can I help you كيف يمكنني مساعدتك I'd like to know what time the museum is open أود معرفة مواعد فتح المتحف بيفتح إمتى طيب كمان Hello Can you tell me if the museum is open on Fridays هل يمكنك أن تخبرني إن كان المتحف مفتوح أيام الجمعة Certainly بالتأكيد أو Of course نعم بالطبع أو بالطبع It's open daily إنه مفتوح يوميا Can I buy the tickets online هل يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت Sure أو Of course طبعا لو متاح الخدمة دي بالتأكيد أو طبعا Thank you for your help شكرا على مساعدتك You're welcome على الرحب والسعى طيب What do you think عباس ماذا تعتقد يا عباس إيه رأيك يعني Is tourism good for historic places هل السياحة مفيدة للأماكن التاريخية فأسأل إيه I don't think so لا أعتقد ذلك Tourists often travel by car السياح غالبا بيسفروا بالسيارة This makes more pollution وده بيصنع المزيد من أو يؤدي إلى زيادة التلوث أو المزيد من التلوث Do you think it's important to protect historic places طيب هل تعتقد أنه من المهم حماية الأماكن الإثرية Yes I think so طبعا أكيد أعتقد ذلك Do you agree that big companies help protect the environment هل توافق أن الشركات الكبرى تساعد في حماية البيئة Maybe ربما طبعا ربما دي هو هو إيه مش موافق مية في المية يعني طيب I think that tourists damage places in other ways أعتقد أن السياح بيقوموا بتدمير أو عمل ضرر للأماكن بطرق مختلفة I don't agree with you أو قال له أنا لا أتفق معك يبقى هنا عدم الاتفاق طيب I think most tourists behave well أعتقد أن معظم السائحين يتصرفون جيدا behave well I see what you mean أفهم ما تعنيه تمام طبعا جمل مهمة جدا جدا يا شباب طيب كمان بيقلنا Do you have to walk to school هل تضطر أو هل يجب عليك أن تمشي إلى المدرسة No I don't I take the bus لأ أنا بركب الأوتوبيس طيب What sort of jobs do you have to do at home ما نوع المهام اللي أنت مضطر تؤديها في البيت خلي بالك what sort بتساوي what kind بتساوي what type دي كلها يعني ما نوع I have to tidy up my room يعني مضطر أن أنا أرتب غرفة نوم ليه مضطر المفروض تعملها وأنت حابب القصة دي طيب كم كمية أو ما كمية الواجب المنزلي اللي ينبغي عليك أعملها الليلة I have to do the English homework أنا يجب أو مضطر أن أنا أعمل واجب اللغة الإيه الإنجليزية طبعا هو يعني إيه طبعا حدد إيه الواجب واجب اللغة الإنجليزية هو اللازم يتعامل طيب I feel that we should do an act of kindness every day أشعر بأنه يجب علينا أن نعمل أو ينبغي علينا ينبغي علينا أن نعمل عملا لطيفا يوميا اللي هو إيه الحاجة الجميلة اللي بنعملها مش منتظرين مقابل I see what you mean أفهم ما تعنيه طيب I think it would be better if we donate money to charities أعتقد من الأفضل أن نتبرع بالمال للجمعات الخيرية طيب أنا موافق أقول إيه good idea دي فكرة جميلة والله فكرة جيدة Okay but which charity then يعني حسنا ولكن أي جمعية I agree that it's important to give the money to one charity يقول أنا أتفق أن من المهم أن نعطي المال لجمعية خيرية واحدة فهو مش موافق قال له إيه I am not sure أنا لست متأكدا من ذلك I think it's important to visit the disabled and help them أعتقد من المهم زيارة ذوي الإعاقات ومساعدتهم the disabled perhaps we should visit them every week ربما يجب زيارتهم كل أسبوع أو ينبغي أن نزورهم كل إيه كل أسبوع The problem is that we use too much water بيقول المشكلة أننا بنستخدم كميات كبيرة جدا من المياه That's true طبعا ده شيء حقيقي شوفوا يبقى أنه موافق على كلامه Why don't we try recycling water لما لا نجرب إعادة تدوير الماء ليه ما نجربش That's an interesting idea إنها فكرة شيقة For example We could use the water from washing to water the plants على سبيل المثال يمكن استخدام المياه الغسيل مية الغسيل اللي احنا بنغسل بيها لنروي بها النباتات How can أو how could we do that كيف يمكن أن نفعل ذلك We can see what the teacher thinks يمكننا رؤية ما يفكر به المعلم يعني هنسأل المعلم يعني أو هنسمع الأفكار إيه الأفكار بتاعته أشكركم شكرا جزيلا وتابعوا معنا بقى هنحل مع بعض على الوظائف اللغوية ديت بعض الأسئلة في الفيديو القادم شكرا جزيلا شكرا جزيلا